نواصل من قطع من حديث حول نظريات الدوافع واليوم بإذن الله نتحدث أول نظرية هي نظرية النوتش لأرجرس وكريس أرجرس ذكر أن الفرد لديه قابلية للنمو وهي قابلية فطرية وطبيعية والإنسان دائما يسعى إلى النمو والتطور وشدد على مسؤولية المنظمة في استثمار هذه القابلية الفطرية في التطور والنمو وبالتالي أخذها كعنصر أو كعامل يدفع الفرد العامل نحو زيادة إنتاجية وهذه النظرية تقول أن مراحل النمو الفطري للفرد أن الفرد يسعى دائما إلى التحول من السلبي إلى الإيجابية يسعى إلى التحول من الاعتماد على القير إلى الاستقلالية يسعى من التصرفات المحدودة إلى تصرفات غير محدودة يكون دائما يبحث على الرغبات المؤكدة والواضحة خلافا لرغباتها القير واضحة يسعى دائما للمرحلة التي يكون فيها رئيسا بدلا من المرحلة التي يكون فيها مرؤوسا أي يسعى من التحول من التبعية إلى الزعامة النظرية الثانية هي نظرية المناخ التنظيمي لليتوين وأكد ليتوين على أن العمل في مناخ تنظيمي مهيئ له تأثير بالق في دوافع الفرد وبالتالي يمكننا قياس المناخ التنظيمي عن طريق الدقة في الأنظم والقوانين المسؤولية وشعور الأفراد الفرد بإدارة ذاته أي أن الفرد لديه حرية فيما يتعلق بالعمل الجو العائلي داخل العمل كلها عوامل تحدد أن المناخ التنظيمي هذا صالح أم صالح وكذلك البيئة التي تخلو من الصراعات والتنقضة أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله